فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية والله المستعان الآن كم وقع عند المسلمين مما هو من خصائص الكفار ومن ملابس الكفار وقد بلغ التشبه لكثير من المسلمين إلى حد بعيد وذلك نتيجة للجهل أو عدم المبالاة بهذا الأمر وهذا الأصل والتساهل في الشيء يجر إلى ما هو أعظم منه وديننا جاء بإغناء المسلمين لما أباح الله لهم مما هو طيب وما هو نزيه ولم يدعهم بحاجة إلى الكفار ولا إلى عوائد وملابس وخصال الكفار فالواجب على المسلم أن يعتز بدينه في العقيدة وفي العبادة وفي المظهر واللباس وغير ذلك وأن يتجنب ما يمت إلى مشاركة الكفار بصلة لأن الله قد أغنى المسلمين وفي ذلك سد لذريعة تغلغ العادات الكفار وعبادات الكفار إلى بلاد المسلمين لو أنهم أخذوا بهذه القاعدة العظيمة ترجمة نانسي قنقر